أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله العظيم في كتابه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار مقاييس الناس قد تختلف عن مقاييس الله وموازينهم تختلف عن موازينه تبارك وتعالى أنت قد تظن أن أحدا من الأشرار لكنك لا تعرف ماذا قام به من أعمال خيرة نفعت عباد الله أو ترى رجلا وتظن أنه من أهل الجنة لكنك لا ترى ولا تعرف ما يقوم به من أعمال فاسدة في الحياة طبعا الأعمال الفاسدة على درجات لكن أهمها أن يكون الإنسان قاتلا يخضي على حياة الآخرين ربنا هو الذي خلق البشر فمن يعتذي على روح إنسان فهو يعتذي على البشرية الجمعة من أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع تحيي إنسانا واحدا فكأنك أحييت كل الناس لكن من يقتل إنسانا فكأنه قتل الناس الجميع فالموازين في الآخرة تختلف عن الموازين في الدنيا انظر إلى عمله انظر إلى نشاطه انظر إلى أهم من كل ذلك جبهته في أي جبهة وواقف هل هو في جبهة الباطل هل يساعد أهل الظلم والطغيان والعدوان هل هو من الذين آمنوا وكانوا يتقون وبناء على ذلك فإن بعض الناس يوم القيامة يقولون وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أنت لا يمكن أن تحكم على الأفراد بما تراه أنت وإنما بما يراه الله عز وجل يقال أن إبليس حينما نزلت آيات التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الظنوب جميعا ضجع وجمع خيله ورجله وقال لهم بحسب تعبيري أنا نتعب ونضل بعض الناس ضلال المبين لكن في نهاية المطاف يتوب ويرتدع ويتقي ومن ثم يعوز الذين طلمهم يعطيهم يرضيهم مثلا أو ما شابه ذلك كل جهودنا تذهب هباء فقيل له لا الأمر ليس كذلك حتى أن بعض الذين يظن الناس أنهم من أهل الجنة ومن قيامة هم معك إبليس يريد أن لا يكون وحده في نار جهنن يريد أن يظل جميع الناس وقد حلف لله بذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني حسب تعبيرنا ضارب ركب ونص حتى يظل جميع العباد حتى الأنبياء كان لا ييأس ويحاول أن يغويهم وقد فعل ذلك بالنسبة إلى أبينا آدم أول من خلق الله وقد أسجد له ملائكته وطرد إبليس بسبب عدم سجوده لآدم ولكنه مع ذلك خدع آدم وقاسمهما أني لكما من الناصحين هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فهو لا يبطل مني ومنك ومن الآخرين ولذلك لابد أن نفتح عيوننا كل خطوة نخطوها نفكر هل هذه باتجاه الجنة أم باتجاه النار العواطف لا تحكم يعني أنت تتمنى على الله أن تكون يوم القيامة مع النبي وأهل بيته الأطهر هذا التمني لا يعمل شيئا عملك أين خطواتك أين جبهتك مع من هل أنت مع الصالحين من عباد الله أم مع الظالمين ومن هنا فإن الموازين والمقاييس يوم القيامة هي موازين الله وليست موازين البشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته